حبيت شارككم بطريقتي لوصفة الفريكي المفلفلة اللي منحط عليها المكسرات وحطت لها رشة بقدونس بتتقدم بعزيمكم طبق جانبي او طبق تاني للصفرة او لغدا عيلي طبق رئيسي متل ما انتو بتفضلوا عملت عجنبة دجاج محمر بالفرن طعمته بتشاهق بتدبيل كتير بسيط فيه ناس بتقلي الدجاج للفريكي وناس بتحمروا بالفرن هيدا بيرشع لزوجكن دايما تدبيلة الدجاج مع الفريكي منختار بها رات تكون شرقية وبسيطة يعني ما منحط لها صلصات والتدبيلات مش من مطابخنا او عادات بلدنا شويتهم بالفرن ودايبين دوب شوفوا ما شاء الله الفريكي وعملت معوهن ملوخية نعمة اي طبق بيرافق هيدا الفريكي ملوخية مرأة بامية طبخة لبن بيرجع لزوجكن كل اليخانات او المرأة كتير طيب مع الفريكي اول شي رح نجهز للجاج هيدا للجاج بعد ما غسلته ونظفته طحين وملح خشن وخل ابيض وعصير الليمون الجهز بالجمعيات وما تشيلوا جلد الرأبة رح وضح لكم ليش والجانح دايما بتقطع الطرف الثالث فيه لانه بتجمع فيه الدم الفاسد التتبيلي فلفل احمر حار على زوجكن كمون نص معلق الطعام لجاجي وحده رح اسكركن المقادير نص معلق الطعام فلفل اسود ابهارات مشكلة انا بستخدم هيدا النوع اللبناني كتير طيبية ما بحب ابهارات السبعة معلقة توم مهروس تقريبا معلقة صغيرة ملح وحطوا ربع قالب زبدي مدوب ابهارات الحرة الشطة البودرة على زوجكن انا حطيت معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة متل ما بتكون كل الجاجي بدي عصير حبتين ليمون وربع قالب زبدي بس يعني شايفين كمون فلفل اسود وشوية ابهارات مشكلة زبدي وليمون وشوية كركم كمان بتحطوا يعني نص معلقة صغيرة عشان تعطي لون وطعم طيب يعني كمان للجاج وهيدي الشطة السائلة اضافتها اختياري بس ما تحطوا بهارات السبعة اللبنانية ابدا ما بدنا للجاج يكون غامق من التتبيلي هلا بنجيب زبدي معلقة الطعام وبتحطوها بين اللحم والجلد جهة الظهر انا وسعت الجلد بهيدي الطريقة عشان هيك ما تشيلهم جلد الرقبة عشان تضل الزبدي جوه لو قصيتوه رح تطلع لبرة ما استفدنا شي بتقلبوها عالميلي التانية بتحطو كمان شي معلقة طعام زبدي وبتبلشو تدهنوهن تدعكوهن لتحسو انو الزبدي توزعت بين الجلد واللحم بكل الالجاجة بهيدي الطريقة وصارت عندي جهزة حطيت نصف بصلة بالالجاجة من جوه بنحط ورقتين غار بتحطو قشرة ليمون انا دايما بنشف قشور الليمون فيكنو تحطو قشور ليمون طازع عادة تبرشوهن عندي القشور الناشفة تحطو حبة فيها وهلا رح نسكب من التتبيلي اللي انا عملتها للالجاج ودايما بختار للجاج وزنه كيلو كيلو ومئتين يعني مش اقل من كيلو انا عملتها للجاجة هون كيلو ومئتين احنا بنحب للجاجات تكون حجمة كبيرة مش صغيرة وما تخافوا تقولوا هرمونات وما بعرف شو للجاجة فيكن تقرأ وتبحثوا بس يعدي وزن الكيلو ومئتين جرام تروح منو كل هيدا الاشي حطيت التتبيلي بالالجاجة من جوه شوفوا هلا كيف بربطة لا بربطة بخيوط ولا شي عملت شئ هون عند الفخدة الاول بنطلع الفخدة للجاجة منها وبتجيبوا الاجر التانية بتمرقوها تحت الاجر الاولى شايفين خلص هيك صارت عنا مربطة ومقدبة ليكم احلها وهلأ نحن نعمل كل الالجاجات بهيدي الطريقة يعني ما تحطوا صلصات وما تحطوا تتبيلات وما تحطوا اشي غريبة عجيبة شايفين توم ليمون زبدة وهلأ تبلتها بالتتبيلي من فوق وهيكملتون وعصير ليمون فلفل اسود وكمون شوية بهارات مشكلة والشطة بتعطيها لون هيد الشطة السائلة جهستهم غطيتهم نالهم وبحطهم بالتلاجة قبل يومان لأي عزيمة عنكم هيدا التجهيز المسبق طلعت للتجاجة بعد ما تبلتهم وخليتهم يومان بالتلاجة حطيتهم على ورق زبدة تحتهم ورق ألمنيوم حطيت شوية من التتبيلي عليها بهيد الطريقة وبغطيها كتير كويس عشان نحبس البخار فيها شوفوا كيف رح أقفل عليها ورق الزبدة شفتوا كيف أقفلته عشان أضمن ان البخار تحبس فيها بهيد الطريقة وغطيتها بورق الألمنيوم كتير كويس لازم تتأكدوا انه مسكر كتير كويس بهيد الطريقة عندي صنية أي صنية عنكم عليها شبكة ما عنكم انتوا حطوا شبكة على الصنية المتوفر حطيت فيها ماء مغلية بحط للتجاجات عليها الفرن حامي قبل عشر دقائق من تحد وما تخلوا الماء تنقص بالصنية أبدا البخار جوا الفرن حيخلي لحم للتجاج عنكم طري فكل ربع ساعة فتحوا الفرن وحزودوا ماء إذا قلت بالصنية تحت للتجاج تقريبا بعد ساعة دورت الشواية من فوق أخدوا ساعة ونص ساعتين ساعتين كانوا مستويين بتشقوا الألمنيوم بتشوفوا إذا بدون تحمير دقيقة تحت الشواية أعلى درجة وعلوا الرف لفوق بيكون عنكم للتجاج تبارك الرحمن ما شاء الله بيشاهد يعني ساعتين بالفرن بيكونوا دايبين دوب حطيتهم دايما حطوهم تحتهم خبزة إذا حطيتهم بصحن ستيل علشان أوصح نقزاز يسحب البخار منهم فهيك ما بيرطب تحتهم بيضلهم أرمشين ورشيت عليهم رشت بقدونس حطيتهم بسخان التقديم ما فيني خبركم رحتهم كيف دايبين دوب هلأ بدي جهز الفريكة حطيت شي بصلتين أنا عاملي كمية كبيرة ما فيني يعني كمية الفريكة هأنتوا قداش بتكونوا تحضروا معود قرفة وكترت زيت نباتة وحبتين ثلاثة هال ومع لأصغير يتوم مهروس ما تخلوا البصل يتغير لونه علشان ما يبين عنا بالفريكة يعني بس من دبلو منحافز على لونه شفاف بهيدي الطريقة هلأ رح تطحن كم حبة مستكاشي خمس حبات مع نص مع لأصغير ملح والفريكة اللي أنا بجيبها نوع فلسطيني كثير كويسة شوفوا مش اللي حبتها مثل الأمحة اللي بتكون بنستخدمها للشربة وفينا نفلفلة غسلتها وحطيتها بمصفية نصها على جنب لتأكدت إنها نشفت علشان الماء على الفريكة ما رح تخليها تمتص الزيت حطيتها على البصل والتوم ضفت علي الملح مع المستكا وزودت لها ملح وبقلبها خمس دقايق سبع دقايق وضفت لهم بس قرفة نص معلقة صغيرة وفلفل أسود حلو نص معلقة صغيرة بهيد الطريقة وعم بقلب لأتأكد إن الفريكة تغلفت بالزيتي كتير كويسة زودولة زيت يعني بدأ الشي نسكو يعني حسب كمية الفريكة أنا عاملي كمية كبيرة إنه كان عندي عزيمة ضليت نقلبهم شي خمس دقايق سبع دقايق على النار لتأكدت إنه كل الحبات تغلفت بالزيت شفتوا لاش لازم تحطوها بنصفية أنا ما بنقعها هيدا النوع اللي عندي ما بدو نقع فحسب نوع الفريكة اللي عنكن اللي بتكون حبتها مثل القمح مثل حبة الرز هيدا بدها نقع من بالليل وتاني يوم بتغلب هيدول ما بيغلبوا أبداً ولازم تنظفوا الفريكة إذا فيها حجارة أو شي نتبهوا بتكون تنقوها من الحجارة وتغسلوها وتصفوها لتشوفوا ميتها صافية ما فيها أي حبة رمل حطيت عليها الماء المغلية ارتفاع شي نصف أصبع عن وش الفريكة وبغطيها هلأ بس تغلي عندي الفريكة وتشوفها بلشت تغلي غطيتها وحطيت عليها من فوق كمان فوق الغطة الفوطة ورق ألمنيوم لأحبس البخار فيها كل ربع ساعة قلبه الفريكة إحنا منقول عملنا هضة عشان نتأكد إنه اللي تحت مع حبات اللي فوق كلهم عم بيستو وإذا بدها ما يمنضف لها حطيت على الوش معلقتين ثلاثة سمنة طبعا سمنة بلدي لازم تختاروا ومنغطيها خمس دقايق أنا كنت حاطة فيها على طريقة الوالدة الله يرحمها قطع من لية الخروف العربي شي ثلاث قطع بس الدوب اللي بتعطي نكهة وريحة للفريكة بتشاهي وضافتها اختياري كنت حابة صوركم أنا وعم بيستو بالفريكة كيف حباتها ما شاء الله تبارك الرحمن نتريو مش خابصة أبدا شوفوا ما أحلى هاللون كل حب بحبتها أبدا بس اللي بتكون مثل الأمحة ديك اللي بتغلب بالطبق حطيت عليها مكسرات ورشة بقدونس حطيتها بصحن التقديم دايما لما تطفوا تحتها حطولها سمنة على الوش وغطوها تعطي ريحة ونكهة ولمعة ما فيني خبركن وليت الخروف على طريقة الوالد جواتا يعني مين ما داء الفريكة عندي بيحبها كتير لأنه بس الدوب اللي شوي على البخار تعطيها نكهة وريحة شرقية وإضافتها اختياري حيدي طريقتنا وما بفرضها على حدا حطيتهم بسخنات التقديم حطينا للجاجات حدهم انتبهوا دايما حطوا تحت للجاج محمر خبز علشان يمتص البخار لما يكون للجاج سخن هيك ما بيرطب وما بيعمل مي تحته بيظلوا هيكي كرسبي وناشف طبعا مترشوا بقى دونس تحطوا شرائح ليمون متل ما بتكون وعلى جنبهم مشاء الله تبارك الرحمن كنت عاملة ملوخية نعمة يخنت بامية او اذا بتكون انا كنت عاملة ملوخية نعمة اذا بتكون يخنت بامية ايا طبخة لبن متل ما بتكون وريحتهم كانت بتشاهي